تزوج رجل من فتاة فاضلة وعندما أنجبت له ابنتين توأما ولأنه يريد ابن ذكر تزوج من فتاة أخرى واشترى لها منزلا واسعة وبعد عام أنجبت زوجته الجديدة ولدا ففرح كثيرا وبعد خمسة عشر عاما تعرض لأزمة مارية كبيرة وكي يحافظ على تجارته قام ببيع مسكنه القديم والانتقال بزوجته وابنتيه إلى منزل الزوجة الجديدة والتي غضبت كثيرا لهذا التصرف وبدأت المشاكل بين الزوجتين وبعد ثلاثة أعوام ومن كثرة المشاكل والضغوط على الزوج أصيب بجلطة دخل على إثرها المستشفى ثم توفي وبعد أربعين يوما قامت الزوجة الجديدة بطرد البنتين وأمهما من المنزل لأن كل شيء كان باسم ابنها كما أن البنتين وأمهما لم يأخذن شيئا من الميراث لأن الأب للأسف كتب سيارته وأملاكه وأمواله كلها باسم ابنه وسبحان الله الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فقد كان هذا الابن طيب القلب رحيما فعندما علم بما فعلته أمه مع زوجة أبيه وأختيه حزن كثيرا وذهب إليهن واحتضن أختيه وقبر رأس أمهما ويدها وأعطى كل واحدة منهن عشرين ألف جنيه وقال لأرملة أبيه يا أمي هذا المبلغ مؤقت لتسيير أموركن وباقي حقوقكن سيأتيكن قريبا فأنا غير راضٍ عما فعلته أمي معكن وأنت وأختي في عيني وقلبي ثم بعد ذلك اشترى بيتا جميلا وكتبه باسم أرملة أبيه ورتب للثلاثة مصروفا شهريا وفي أسرع وقت كان يلبي طلباتهن وعن طيب خاطر عندما علمت أمه بما قام به تجاه أرملة أبيه وابنتيها غضبت منه ودعت عليه وطردته من بيتها مع أنه أعطاها حقها ولكنه لم يغضب منها بل ابتسم لها وطيب خاطرها وأفهمها أن الخير لديهم كثير ولن ينقص إذا ما أعطى لأرحامه حقوقهن ثم ذكرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وظل يداعبها حتى ابتسمت واقتنعت بكلامه وفي الصباح أخذ أمه وذهب إلى زوجة أبيه وابنتيهما فكانت مفاجأة سارة وبسببها سامحت الإبنتان والدهما ودعايا له بالرحمة والمغفرة وكذلك فعلت الزوجتان يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهواء تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا في غزوة تابوك تخلف ثلاثة رجال عن الغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم من غير عذر شرعي كان كعب بن مالك أحد هؤلاء الثلاثة ولأن الجهاد فرض على كل مسلم ولا يجوز له التخلف عنه إلا لعذر شرعي فكان يجب على المسلمين ألا يتخلفوا عندما ينادي النبي ولا يتخلف إلا من كان له عذر قوي أو كان من أهل النفاق فعندما استعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة تابوك واستعد المسلمون معه لم يستعد كعب وقال في نفسه سألحق بهم حتى إذا خرجوا ظن أنه سيلحق بهم ويدركهم ولكنه لم يفعل وأصبح كعب وحده بالمدينة لا يرى إلا رجلا مشهورا بالنفاق أو رجلا من الضعفاء لديه عذر شرعي فلما بلغه أن رسول الله عاد راجعا من تابوك فزع وحزن وفكر في أن يتحجج بالكذب ليتجنب غضب وسخط رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اقترب رسول الله من المدينة زال عن كعب الكذب الذي فكر فيه وعلم أنه لن ينجو إلا بالصدق فعزم على أن يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وصل رسول الله للمدينة بدأ بالمسجد وجلس للناس جاء من تخلفوا عن الجهاد وأخذوا يعتذرون له ويحلفون فيقبل منهم الرسول ويستغفر لهم وكان هؤلاء بضعا وثمانين رجلا فجاء كعب فسلم عليه فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم المغضب وقال له ما خلفك؟ قال كعب يا رسول الله والله لو جلست إلى غيرك من أهل الدنيا لخرجت من صخطه بعذر والله ما كان لي عذر حين تخلفت عنك فقال رسول الله أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك فخرج من عنده فلحقه أهله يلمونه على أنه لم يقدم عذرا كما كذب المنافقون على رسول الله فيستغفر له رسول الله كالآخرين فسأل أهله هل قال أحد بمثل ما قلت فذكروا له رجلين صالحين هما مرارة بن الربيع وهلال بن أبي أمية وكان كعب قدوة لهما حينما صدق بعد ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محادثة الثلاثة فاجتنبهم الناس رغم حبهم لهم لأن أوامر رسول الله فوق الحب فاستكان مرارة بن الربيع وهلال بن أمية وقاعد في بيتهما يبكيان حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وكذلك ضاقت على كعب الذي كان يطوف الأسواق فلا يكلمه أحد حتى أقاربه وكان عندما يذهب لأداء الصلاة في المسجد ويسلم على رسول الله يغافله بالنظر إليه ليرى هل رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام أم لا فلا يعرف فلما مضت أربعون ليلة وإذا برسول من النبي يأمر كعبا باعتزال امرأته فقال كعب لها الحقي بأهلك وكان الأمر من النبي باعتزال النساء لصاحبيه أيضا فلما مضت خمسون ليلة أذن الله بالفرج وجاءت التوبة فما أنعم الله على كعب بنعمة بعد الإسلام أعظم في نفسه من صدقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فما من أحد ابتلاه الله بصدق الحديث بمثل ما ابتلى كعب بن مالك لقد تخلف الثلاثة عن الغزو الذي كان في زمان الحر والشدة ولكن رغم فداحة الذنب وعظمه تجاوز الله عنهم وغفر لهم صنيعهم لأنهم كانوا صادقين مع أنفسهم ومع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فهم لم يخادعوا ولم يأتوا بأعذار كاذبة بل صدقوا واعترفوا بسبب تخلفهم عنه ولجأوا إلى الله تائبين مستغفرين فتاب الله عليهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين رجل قاسي القلب بسبب ما تعرض له من ظلم في حياته ولم يستطع نسيانه فكان يتعامل مع موظفيه بشدة وظهرت هذه القسوة مع زوجته وابنيه فكانت ابنته الكبرى والتي تبلغ من العمر عشرة أعوام تخاف منه حتى ابنه الصغير وعمره ثلاثة أعوام لا يفرح بقدومه أو يرتمي بين أحضانه مثل ما يفعل الأطفال الذين في مثل عمره وفي أحد الأيام وعند عودة الإبنة من مدرستها وجدت والديها يتشاجران فهربت إلى غرفتها وأغلقت الباب وظلت تبكي وبعد قليل مسحت دموعها بعد أن هدأ الشجار بين والديها ثم دخلت إليها والدتها وهي تبكي مؤكدة لها أنها مستعدة لتحمل جميع الإهانات من أجلها ومن أجل شقيقها بعد ذلك حاولت الإبنة الالتفات إلى حقيبة المدرسة لتقوم بحل واجباتها المدرسية ولكنها لم تستطع لظروفها النفسية فتمددت على سريرها لتغرق الوسادة بدموعها الحزينة على حالها بسبب كثرة الشجار بين والديها وفي صباح اليوم التالي ذهبت الإبنة إلى مدرستها وكانت في قمة الحزن وبدأ اليوم الدراسي وفي الحصة الأخيرة كان موعد حصة المعلمات القاسية والتي طلبت رؤية حل واجب الأمس فقالت لها الإبنة لم أقم بحل الواجب فما كان من المعلمة إلا أن عاقبتها ولم تلتمس لها عذرا فعادت الإبنة وهي في غاية الأسى وعندما وصلت بالقرب من البيت سمعت صوت والدها يهدد ويتوعد فدخلت البيت غاضبة وقالت لولدها سأنتحر إذ لم تتوقف عن هذه القسوة وهذا التهديد اليومي بطردنا من البيت اهتز الأب بشدة من كلام ابنته وهدأ قليلا فقالت له الزوجة إن سبب كل هذه القسوة معنا هو ابتعادك عن الله وتركك للصلاة أين الرحمة والرفق في تعاملك مع الناس؟ ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق صمت الأب قليلا ثم قال لزوجته لك كل الحق أنا مفصول من العمل حتى ينتهي التحقيق بسبب قسوتي مع زملائي في العمل وسأحاول من اليوم الاقتراب من الله والتوبة إليه بإخلاص دعت الزوجة للزوج بالهداية وأثناء ذلك كانت الإبنة قد دخلت غرفتها وأخذت مجموعة من الأقراص المخففة للصداع ومضغتها ثم سقطت على الأرض فأسرعت الأم بعدما سامعت صوت السقوط وبأقصى سرعة أخذتها إلى المستشفى القريب من المنزل وبفضل من الله تم إسعافها وقبل خروج الإبنة من المستشفى فوجئت الأم بزوجها يأتي إليها وبعد أن صلى ظل يبكي على ابنته وعهد الله إن شفاها فلن يقص على أحد أبدا وسوف يكون لينا حيث كان هذا الدرس موجعا له وغير مجرى حياته ليصبح رقيقا وعندما وجدته الزوجة بحالته هذه فرحت وقالت له لقد قال الله تعالى لأحب خلقه وهو النبي صلى الله عليه وسلم لتعامله مع أصحابه وهم صفوة البشر ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك وبعد لحظات خرجت الإبنة فلم تصدق الزوجة ما ترى من زوجها فلأول مرة يحمل ابنته بين أحضانه ويقبلها بكل حب والدموع في عينيه ولأول مرة أيضا يعتدر لها والابنته ويعاهدهما على تقوى الله في أسرته وفي كل من يعرف فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ترجمة نانسي قنقر